إذن قدم رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهرون هاليفا استقالته بعد تحمله مسؤولية الفشل الاستخباراتي في رصد هجوم السابع من أكتوبر قال هاليفا إنه لم يرتقي إلى مستوى المهمة التي كلف بها مشيرا إلى أنه سيتحمل ما وصفه بالألم الرهيب إلى الأبد ومن المفترض أن تقدم لجنة التحقيق التي شكلها الجيش الإسرائيلي للنظر في أسباب الفشل في منع هجوم السابع من أكتوبر تقريرها إلى رئيس الأركان هرسي هاليفي بداية يونيو المقبل أعود لك مرة أخرى نضار لكيف يجب قراءة هذه الخطوة تحديدا من رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهرون هاليفا الآن الذي قدم استقالته ويقول بأنه يتحمل مسؤولية أو حتى جزء من مسؤولية وجوم السابع من أكتوبر هذا يعني بأن وقت المحاصبة والمساءلة بسبب أحداث السابع من أكتوبر اقترب بالفعل داريا هذا هو المؤشر الأهم أو القراءة الأهم لهذه الاستقالة لأهرون حليوة وهو الشخصية الثانية في الجيش الإسرائيلي ربما من حيث الأهمية بعد رئيس هيئة الأركان استقالته أولا تعني أن على الضباط الآخرين أو على المستوى العسكري الآن البدء ربما بالاستقالة تقديم الاستقالات وبدء المحاسبة هذا ما يفهم من هذه الاستقالة حليوة يعني أخذ المسؤولية على عاتقه ربما من الأسبوع الثاني للحرب ولكنه قال في الوقت المناسب سأستقيل هذا مؤشر آخر على قرب انتهاء الحرب أو على الأقل هكذا يرى رئيس الاستخبارات العسكرية الوضع العسكري الآن بأنه يمكن لرئيس الاستخبارات العسكرية الاستقالة في هذا الوضع يعني أن الأمور في طريقها إلى النهاية وفقا لرئيس الاستخبارات العسكرية المهم أيضا أن هذه إشارة للمستوى السياسي في إسرائيل إذا كان المستوى العسكري سيتحمل المسؤولية ويقدم الاستقالة فهذه إشارة واضحة للمستوى السياسي أنت التالي يجب على المستوى السياسي الآن أن يقدم الآخر هو الاستقالة أو تبدأ المحاسبة الفعلية في إسرائيل وهذا ما دعا إليه رئيس الاستخبارات العسكرية المستقيل الذي دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية في إسرائيل من أجل التحقيق ووضع من هم المسؤولون عن فشل السابع من أكتوبر وبالتالي هذا يعني يثير قلق نتنياهو الآن لكن من جهة أخرى نتنياهو منذ البداية لم يتحمل المسؤولية وكانت هناك محاولات من نتنياهو من المقربين منه من الإعلام الإسرائيلي المقرب من نتنياهو لإلقاء كل اللوم على المستوى العسكري وطبيض صفحة ربما المستوى السياسي نتنياهو قد يستقيل هذه الاستقالة للقول بأن المستوى العسكري وجد نفسه بأنه هو المسؤول وهو يستقيل لكن المستوى السياسي غير مسؤول عما جرى وبالتالي يرى في هذه الاستقالات نهاية ربما للبحث عن المسؤولين شكرا لك نضال كناعنا محرر الشؤون الإسرائيلية في سكايت نيوز عربية كنت معنا من القدس